مثال فول نهاردة هنتكلم عن اغنية سمع حس او اهيه اهيه لا كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ومحمود العسيلي اغنية من فيلم بيت الروبي اغنية عجبتني على فكرة اغنية لذيذة جدا وانا بشوف ان الكيميا بين كريم وكريم حلوة بغض النظر اعلان انا قلتلكوا الاعلان ما كانش اقوى حاجة بالنسبة لي يعني فيه احسن كتير لكن الفيلم واضح انه هو انت بتحكي مركز اول بيت الروبي وبعد كان نبقى نشوف نظرا لكريم عبدالعزيز الرقم واحد طبعا وكريم محمود عبدالعزيز الفيلم منتظرين والمفروض هينزل اليوم الاربع او الخمس الجاي اول ما ينزل احلى ريفيو على عيونكم هطلع اتكلم بس اهم حاجة يكون نزل في الامارات في نفس وقت مصر اتمنى كل الافلام يكونوا في نفس الوقت مش عايزين حتة انه فيلم ينزل وبعد ياب اسبوعين ينزل في دبي الاغنية حلوة والاغنية كانت بالنسبة لي فرصة مهضرة علش يعني لمؤاخزة الاغنية العمر دي بزمان اسمها اهي اهي فرحة حياتي اهي اهي جاي هناك اهي ولكن طبعا الاغنية ما تسوقتش بالشكل المزبوط على حد ما انا كنت واعي في الوقت ده وقلت انه ليه الجو جميل تنزل بعدها بيوم واهي اهي ما خدتش حقها قلت الكلام ده من ثلاث سنين لانه اهي اهي كلمة درجة وكلمة مش هقولوكو لازمة ولكن اي حاجة اهي اهي فانت هتفتكر الاغنية على طو عجبتني في بس حاجة صغيرة انا ما عرفش هي كلمات ولحن مين بس تقريبا ده ده شغل العسيلي تقريبا ولكن انا كنت اتمنى كل الاحترام للعسيلي نجم كبير جدا والعسيلي واحمد سعد هم اكتر فنانين اتنين نكحين باعمال مختلفة لكن كان نفس العسيلي ما يحطش صوته فيها يعني مش عايزها تروح في سكة ان هي اغنية يعني مش عايز اسمع ثلاث اصوات فيها مش تريه هو ولكن هي الموضوع كله هزار وكريم وكريم طالعين لزاز قوي فكنت عايز اكمل على خفة الدم بتاعته الاغنية وحس ان هم الاتنين بس ممكن يكون هم الاتنين بس في الفيلم ولكن اللي نزلت بصوت العسيلي اتمنى نشوف النسخة التانية اللي في الفيلم ما ظنش انها تكون بصوت العسيلي نظرا لانه تقريبا الاغنية دي مفروض انها تطلع وانه كريم عبد العزيز هيتشهر قوي في الفيلم ده اللي انا اكتشفته يعني من التريلر لما نزل خلينا نشوف ولكن انا متحمس لافلام العيد كلها كلها حمس سلبي ايجابي المهم حمسه خلاص بس ده اللي كان عندي مش النهاردة لانه فيه فيديو مهمة قوي كمان شوية هصوره وبالليل هنزله هتعرفوها في وقتها ولكن ده اللي كان عندي في قنية كريم عبد العزيز وكريم عبد العزيز ومحمود العسيلي ولو رأيكم فيها ايه شوفوها دقريبا هتنزل على اليوتيوب قريب وهي نزل على الانستجرام دلوقتي على صفحة سينيرجي شوفكم فيديو جديد سينيرجي